ينضم إليها في استوديو القناة الأولى المصرية الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية برحب حضرتك دكتور ضيفا كريما معنا في يوم غير عادي بالنسبة للمصريين لاختيار منصب حساس لقيادة جديدة أهلا بيك يا سيزاهبة وأهلا بسادة مشاهدي القناة الأولى المصرية طبعا يوم تاريخي يدل على أن هناك ملحمة تاريخية بيتم سياغتها على واقع الأرض هناك تحرقات في كل بقاع مصري العمل على الإدلاء بصوتهم ودادة للقاطع على أن هناك وعي وإدراك كبير من كل الشعب المصري للمشارقة في صناعة تاريخ مصر هذه الرؤية التي تتبلور الآن لكيفية إيجاد دعم حقيقي للدولة المصرية اللي بتمر بالكثير من التحديات اللي بتواجه الأبن القومي المصري واللي لابد أن يكون هناك ظهير شعبي حقيقي يدعم القيادة السياسية القادمة للعمل وبشكل كبير على إظهار صورة الدولة المصرية الحقيقية أمام كل دول العالم هذه الرؤية بتتبلور الآن من خلال مشارقة واقعية حقيقية تؤدي وبشكل كبير إلى أن يشعر العالم بأن المواطن المصري لديه من الوعي والإدراك والثقافة بأهمية المشارقة في الحدث الأبرز في تاريخ مصر في هذا التوقيت وهو انتخابات الرئاسة المصرية وبالتالي هذا سينعكس بشكل إيجابي على الصورة الزهنية للدولة المصرية سيؤدي بما لا يدعم مجال الشك إلى نظرة العالم والمجتمع الدولي للداخل المصري وللدولة المصرية باعتبار أن الدولة المصرية أصبحت جزء أساسي في تحقيق الديمقراطية الحقيقية بما يتوافق مع النظرة العامة للدولة المصرية التي حققت قفزات كبيرة سواء فيما يخص الديمقراطية فيما يخص حقوق الإنسان فيما يخص كل الملفات وبالتالي هذا الدعم لابد أن يتحقق على الواقع لأن يكون هناك رؤى حقيقية يتم بلورتها على واقع الأرض نعم خلينا نفند المشهد الانتخابي ولماذا يذهب المصريون إلى صندوق الاقتراح في ظن وتقديري أن كل مواطن يذهب ويضع ورقته داخل صندوق الانتخابي لديه هدف لابد أن يحققه وهو يبحث عن الشخص الذي يستطيع أن يحقق أهدافه المستقبلية سواء له أو لأبنائه في الفترة القادمة لأن هذه الورقة تستمر بمجابها رئاسة حكم مصر لسنوات وبالتالي هو يبحث وبشكل كبير عن تحقيق تطلعاته سواء على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على المستوى التعليمي هو يبحث عن المرشح الذي يحقق له هذه الاستراتيجية التي يبحث عنها بشكل واضح وتحقق له كل أهدافه وبالتالي كل مواطن لديه حلم يريد أن يحققه هذا الحلم يتحقق بمشاركته يتحقق بالإدلاء وبصوته يتحقق بوضع ورقته داخل صندوق الانتخاب وبالتالي نحن في اليوم الأول الآن لدينا رؤية استراتيجية للعمل وبشكل كبير على أن تحقق الانتخابات المصرية نتائج مبهرة من نعيح من حيث المشاركة من حيث الوعي من حيث الإيمان بأن الدولة المصرية تسير في الطريقة الصحيح على الرغم من أننا شهدنا الكثير من الإنجازات في الفترة القادمة من قبل الدولة المصرية وقادة الدولة المصرية التي لم تتوانى عن خدمة الشعب المصري بشكل واضح وبالتالي أرى أن هناك استراتيجية واضحة ينظل لها المواطن المصري لكي يحقق رغباته وتطلعاته في الفترة القادمة وتحول تتحول الدولة المصرية إلى دولة زاد دور دولي في ظل أننا نشهد الآن أن هناك نظام دولي بيتم سياغاته ومصر أصبحت لاعبا محوريا في الكثير والكثير من كل القاعدة هناك من يبحث عن العمل الاقتصادي لأن العالم مر بمنحنيات خطيرة جدا في الملف الاقتصادي يعني خرجنا من أزمة كورونا اللي أسرت بشكل كبير وأحدثت غلق في الكثير من الاقتصاديات وكل دولة أغلقت على نفسها وأسرت بشكل سلبي على مجمل الأوضاع العالمية ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتدعياتها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير أوروبا بتعاني بشكل كبير جدا نتيجة التدعيات الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية وليس أوروبا فقط يا فزيبي ولكن كل دول العالم وبالتالي تحتاج هذه الفترة إلى من لديه الرؤية الصائبة لكي يتحرك مع بصلة الدولة المصرية لتحقيق إنجازات على واقع الأرض واستكمال ما تم على الواقع لأننا شهدنا تفارات حقيقية وإنجازات حقيقية في كل القطاعات وبالتالي لابد أن يتم استكمال هذا المصار الذي بدأ منذ أكثر من عشرة أعوام بعدما تولى الرئيس السيد سنة الحكم في العام 2014 لابد أن يتم استكمال هذا المصار ولابد أن يتم استكمال ما تم إنجازه نحن نشهد تنمية اقتصادية كبيرة في سيناء الأرض الغالية التي تتعرض لتهديدات الآن وتحتاج إلى كثير من الوعي والإدراك للتعامل مع هذا الملف تحديدا الدولة المصرية صرفت أكثر من 600 مليار دولار على سيناء للتنمية وتوجه به التهجير بيئة تنمية بالإضافة إلى وضع خطة خماسية من قبل الحكومة المصرية بحوالي 363 مليار دولار أيضا لتنمية سيناء وأقامة الكسير من المشروعات الاقتصادية مشروعات كبيرة جدا قامت بها الدولة المصرية سواء على المستوى الصناعي الزراعي وبالتالي لابد أن يكون هناك دعما حقيقيا لمصار التنمية في مصر من خلال الحرص على اختيار من هو القادر على استكمال هذه المسيرة ولا استطيع الفصل في الحقيقة عن الملفات الداخلية وفصلها عن الملفات أو التحديات الخارجية سواء فيما يخص القضايا العربية حماية الأمن القومي المصري وحماية الأمن القومي العربي أو فيما يخص أيضا التنمية في الداخل المصري كلها تتشابك مع بعضها لا يمكن فصلهم عن بعض لأن دائما وأبدا الأوضاع الخارجية بتلقي بظلالها الكارثية على الأوضاع الداخلية يعني إحنا بنتحدث على الرغم من أن الدولة المصرية لديها حدود ملتهبة من كل الاتجاهات عدم استقرار سياسي كبير جدا سواء في ليبيا في السودان بالإضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة الآن إلا أن الدولة المصرية ثابتة وتعتبر هي عمود الخيمة لاستقرار الأوضاع ليس فقط في مصر ولكن في كل المنطقة العربية والشرق الأوسط ومن خلال دور ريادي وتاريخي دائما بتلعبوا الدولة المصرية وزاد هذا الدور في الأعوام الأخيرة نتيجة ظهور الكثير من المشاكل أكثر من تحمل العبء في القضية السودانية هي كانت الدولة المصرية أكثر من تحمل العبء في دعم الأشقاء في ليبيا كانت الدولة المصرية أكثر من يعني دافع عن القضية الفلسطينية باعتبرها أم القضايا وقضية مركزية وقضية مصرية بامتياز كانت الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية وبالتالي كل هذه التحديات تحتاج إلى يعني رئيس من نوع خاص رئيس حديدي يسعى إلى استكمال ما تمه لأن هذه المرحلة هي مرحلة صعبة جدا تحتاج الكثير من التنصيق وهذا لا يمكن أبدا أن نفصله عن الداخل كما حضرتك أشارتي لأن ده بيكون لي تدعيات كبيرة جدا شاهدنا بعد أزمة الحبوب اللي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على كل دول العالم وبالأخص الدولة المصرية ولكن الدولة المصرية بدأت تبحث عن مصادر بديلة ونجحت في ذلك نعم إذن نحن نتحدث عن استكمال لدعائم جمهورية جديدة بدأت المسارات فعليا بشكل متوازي في العديد من الملفات لكن ما زالت الاحتياجات سواء للمواطن المصري ورسم سياساته الداخلية تسير جنبا إلى جنب مع السياسات الخارجية وحمايته وحماية مقدراته وحدوده بالطبع ماذا عن الشباب المصري؟ يعني عندما نتحدث عن المشاركة نتحدث عن الوعي نتحدث عن عدم الاستهداف نتحدث عن حرب الشائعات عن حروب الجيل الرابع والجيل الخامس ننظر دائما إلى الشباب المصري وكيف يستعد لهذه المرحلة؟ يعني الشباب المصري هو عصب الأمة أكثر من أكثر الدول اللي بها المجتمع به الكثير من الشباب هم الدولة المصرية والشباب المصري في ظن وتقديري بدأ يدرك أن هناك استهداف للدولة المصرية بدأ يدرك ويعلم أن هناك خطورة حقيقية على بقاء الدولة المصرية ومقدراتها وده نتج نتيجة الإعلام المصري اللي كان يعني هو السهم ورأس الحربة في إظهار حجم التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية وحتى يعني أن الشباب بدأ الوعي بتاعه يزيد بشكل كبير جدا وسهبها في الفترة الأخيرة وبدأ يدرك أهمية مشاركته بشكل واضح في ظل أن احنا شاهدنا في الفترات السابقة أن هناك رغبة حقيقية من الدولة المصرية لتمكين الشباب احنا شاهدنا كيف تم تمكين الشباب في الكثير والكثير من المحافظات المصرية منهم من تم تعيينه نائب للمحافظ يعني بنرى أن هناك شباب لا يتعدى أعماره السبع عشرين والتسع عشرين سنة وهو نائب محافظ ودي دلالة كبيرة أن الدولة المصرية بتعد كوادر جديدة ويتم صناعة كوادر جديدة لخدمة الشعب المصري كادر لديه من الطاقة والإيجابية والقدرة والرغبة الحقيقية لصناعة واقع جديد للدولة المصرية شاهدنا أيضا أن الشباب المصري يعني هو حائط الصد الأول للدفاع عن الدولة المصرية فيما يخص الشائعات يعني احنا بنقول أن الدولة المصرية أكثر من يعني بنتحدث عن 33 ألف شائعة خرجت فيه ثلاثة أشهر فقط وده رقم كبير جدا ولولا مركز الإعلامي لمجلس الوزراء وأيضا الكثير من الشباب اللي بيدافع عن الدولة المصرية ويفند هذه الأكاذيب بلا دلائل لتيجة لذلك وقفت الدولة المصرية ونجحت في أن تبرز يعني دور الشباب الرئيسي في دعم هذه الدولة نعم أيضا المتابعين والجهات المختلفة التي تتابع العملية الانتخابية سواء وسائل الإعلام المختلفة المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والرأس التي تتابع وتدير هذه العملية الانتخابية بشكل سليم الهيئة الوطنية كيف ترى هذا الأمر؟ يعني الهيئة الوطنية للانتخابات ومنذ اللحظة الأولى هي تبحث عن تزليل العقبات سواء للناخب أو المرشحين وده دليل وفي دليل قاطع على ده حجم المشرقة من المرشحين نحن بنرى يعني أربع مرشحين من طيارات مختلفة سواء لأستاذ فريد زهران من المعارضة سواء لأستاذ حزم عمر أيضا سواء غيره وبالإضافة إلى فقامة الرئيس السيسي باعتباره هو من كان موجود في السلطة وبالتالي حتى عندما تقوم الشركة المتحدة بإعطاء مساحات واحدة وعدد ساعات معين لكل المرشحين أمام شاشات التلفاز وشاهدنا منذ أيام قليلة أن كل المرشحين ورؤساء حملتهم الانتخابية يظهرون على الهواء معا كدليل قاطع على أنه ليس هناك تفريق بين مرشح ومرشح ودي دلالة واضحة بتعطي رسالة للخارج أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في صناعة الديمقراطية الحقيقية التي تخدم المواطن المصري وبالتالي أرى أن هذه من النقاط الرئيسية التي أكدت عليها بشكل واضح الدولة المصرية أكدت عليها اللجنة العليا للانتخابات أيضا بالإضافة إلى أن هناك رؤى حقيقية بتتحرك فيها الدولة المصرية من خلال مؤسستها التي دائما ما اتسمت بالحياد دائما ما اتسمت بالموضوعية للعمل وبشكل كبير على صناعة تاريخ جديد للدولة المصرية واستكمال ما تم البناء عليه لأن مصر نجحت فيه الكثير من الملفات وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمكن المرأة تعيين المرأة في القضاء كلها نقاط جوهرية مهمة جدا تدل على أن الدولة المصرية يعني تعطي لكل زي حق حقه وتحاول أن يعني ترضي جميع الأطياف بما يتوافق مع الدستور والقانون نعم تقوية الروابط المختلفة وهو ما يخص السياسة الخارجية المصرية سواء بيئة دول الأفريقية ومدياد العون في الكثير من الملفات سواء في التعمير في التنمية في الصحة وملفات الصحة أو حتى في تدريب الكوادر البشرية الأفريقية وأيضا توحيد الصف العربي والتوجه إلى كل الدول بمسافات متساوية سؤال مهم جدا وأشكر حضرتك عليها وستاذهابة لأنه هو في صلب سياسة الدولة المصرية دي من محددات السياسة الخارجية للدولة المصرية هي العمل على العودة للقرى الأفريقية كنا في فترات سابقة قبل حكم الرئيس السيسي وبشكل واضح بعيدين كل البعد عن القرى الأفريقية وحدثت فجوة كبيرة ولكن نتيجة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي في العام 2019 تم عقد الكثير والكثير من القمة مشاركة مصر في القمة الأفريقية أو رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي نتج عنها عقد القمة الأفريقية الروسية الأولى في مدينة سان بترسبرج في سوتشي ثم بعد ذلك يعني الاتفاقية القرية الحرة التي تم توقعها بمشاركة أكثر من 54 دولة بحجم استثمارات 1.3 مليار دولار وتخدم الكثير والكثير من أبناء الشعب الأفريقي أيضا مصر قامت بمشروعات تنموية كبيرة جدا زي سد جوليوس نيرييري في تنزانيا وبالإضافة إلى أن الكثير من الشركات المصرية تقوم بالكثير من المشروعات داخل القرى الأفريقية باعتبار أن الدولة المصرية تبحث وبشكل كبير عن تنمية حقيقية داخل القرى الأفريقية وده اللي نتج عنه عقد القمة الأفريقية الروسية ثانية وأيضا القمة الأمريكية الأفريقية وده دليل للجهود المصرية الحسيسة والدقوبة للعمل على تنفيذ سياسات حقيقية تحقق الاستثمار وفقا لمبدأ رابح رابح داخل القرى الأفريقية نعم مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم الدكتورة حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية والحديث مستمر عن عملية تصويت المصريين في الداخل للانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات والدور الذي تقوم به الهيئة من حيث الاستقلالية من عدد القضاء المعينين في داخل الهيئة متابعة العملية الانتخابية من يحق له الترشح في الانتخابات الرئاسية ومن يحق له أيضا التصويت والإدلاء بصوته في هذه الانتخابات والضوابط الأخرى المختلفة للعملية الانتخابية كيف ترى المهام الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات؟ يعني الهيئة الوطنية للانتخابات بتقوم بدور بطولي بتقوم بدور مشرف وجهة مهمة جدا كمؤسسة مصرية للخارج والداخل بتؤكد على أن هناك استقلالية تامة عن كل لمؤسسات الدولة وعن كافة المرشحين الهيئة الوطنية للانتخابات بتتحرك في إطار دورها الريادي للعمل على إظهار صورة حقيقية للقضاء المصري الذي دائما ما هو مشرف القضاء المصري الذي دائما يعبر عن الواقع ولا يعبر عن رغبات أو أي أشخاص ولكن الدولة الهيئة الوطنية للانتخابات بتتحرك في إطار دورها الريادي والمحوري وده اللي ظهر بشكل كبير جدا من سلاسة العملية الانتخابية في اليوم الأول وده نتيجة موجود كبير أمو بي نتيجة أن هناك الكثير من المرشحين لم نرى أي شكوى منهم في هذه العملية حتى هذه اللحظة حتى لم توجد أي ملاحظات كدليل قاطع على أن هناك رضا كبير من الإدارة الفنية لما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة عملية انتخابية هي لدولة كبيرة تسمى الدولة المصرية وبالتالي الدولة المصرية بتسير في الاتجاه الصحيح نتيجة إدراق مؤسستها وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات والثلاسة التي تمت بها أيضا عملية تصويت المصريين في الخارج وتبعناها على الهواء مباشرة ومن خلال غرف العمليات التي شكلتها الهيئة الوطنية للانتخابات مهام رئيس الجمهورية منصب رئيس الجمهورية هو المنصب الحساس أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الكثير من المهام والمسئوليات ملقاعة العاطقة كيف تنظر إلى هذه المهام وما هو يستشرف المصريون فيما هو قادم؟ يعني في ظن وتقديري أن جميع المصريين الآن ينظرون إلى أن هناك استهداف حقيقي للدولة المصرية ينظرون إلى ضرورة أن يتوافر في رئيس الجمهورية القادم القدرة على حماية الأمن القومي المصري يعني هناك الكثير من التحديات التي ظهرت في الفترة الأخيرة مصر يعني هي الدولة الثابتة والقوية والراصخة ونجحت فيه الخروج من عنق الزجاجة بعد فترات عصيبة في 2011 ونجحت فيه المنوب بذلك بعد 2013 ونجحت الدولة المصرية في القضاء على المخططات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية وإجهاد الدولة المصرية ومحاول التفتيت الدولة الوطنية واستهدافها وبالتالي الرئيس القادم عليه أن يتميز في أنه كيف يدافع عن الدولة المصرية وده اللي شاهدناه في الأعوام السابقة في ظل حجم التحديات المتزيدة في ظل أن هناك خطورة حقيقية بشكل واضح على الكثير من الملفات التي تحتاج إلى الحكمة والوعي والإدراق والرجد وهذا يتوافر بشكل واضح في الدولة المصرية في الفترة السابقة وبالتالي أرى أننا نحتاج إلى رئيس يتوافق عليه كل المصريين ويستطيع أن يواجه كافة التحديات السياسية والاقتصادية المتزيدة وشاهدنا أن الآن مصر بتتعرض لمخطط خطير في محاولة القفز على السيادة المصرية من قطاع غزة دكتور حامد كنا نتحدث عن السيادة المصرية والكريم من العريش تحدث عن شمال سيناء والتنمية التي حدثت في شمال سيناء وكيف حاربت مصر الإرهاب في شمال سيناء في فترة كان فيها نوع من السيولة إذا جزأ التعبير في الحالة الأمنية عقبة 2011 أيضا المواقف المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وكيفية تدخول المساعدات عبر معبر رفح البري ومطار العريش يعني حضرتك المشهد ده أستاذ هبة اللي بيتحدث من أمامه الأستاذ كريم ده مشهد اتدفع فيه دمك بيك بيرجد والدفع فيه سقوط الكثير من الشهداء والأبرياء من قوتنا المسلحة ومن الشرطة المصرية الكثير والكثير حتى نرى هذا المشهد المتزن الذي يظهر من العريش ومن قلب شمال سيناء كدليل واضح على نجاح الدولة المصرية في القضاء على التنظيمات الإرهابية ونجحها بشكل كبير للتصدي لمحاولة القفز على سيادة الدولة المصرية وده إن كان يحسب فهو يحسب بشكل واضح إلى كل الدولة المصرية وإلى الرئيس السيسي لأنه اطلقت العملية الشاملة لمكافحة الإرهاب ونجحت فيه القضاء على التنظيمات الإرهابية وتحولت الدولة المصرية بالفعل وبالأخص شمال سيناء إلى وحل الأمن والأمان وده دليل إن النهاردة الناخبين بينزلوا بكل أمن وبكل سلامة وبكل سلاسة للإدلاق بأصواتهم بشكل واضح كدلالة واضحة على أن الدولة المصرية ناجحت في ضحر الإرهاب وبالإضافة لحضرتك قلتي لنقطة مهمة جدا أيضا وهو البعد الخارجي الأمني لمصر فيما يخص الحفاظ على السيادة الوطنية فيما يخص قطاع غزة منذ اللحظة الأولى تحركت الدولة المصرية في هذا الاتجاه وقالت بالحرف الواحد أن السيادة المصرية غير مستباحة أن الحدود المصرية هي خطوط حمراء لا يستطيع أحد أن يتجاوزها هذه التصريحات خرجت من رئيس الدولة خرجت من رئيس الوزراء المصري في زيارته للكتيبة 101 في العريش خرجت من 105 مليون مواطن مصري داعمين لقرارات القادة السياسية المصرية خرجت من مجلس النواب المصري خرجت من كل المؤسسات المصرية كدليل واضح على أن هناك وقوف حقيقي خلف القادة السياسية في مواجهة هذه التحديات التي تحتاج إلى رئيس مختلف رئيس صلب رئيس قادر على مواجهة هذه التحديات وإحنا بنتحدث في يوم تاريخي للدولة المصرية وبالتالي حسن الاختيار أو أولا عليك أن تدلي بصوتك لمن يستحق ثم عليك أن تدلي بصوتك بشكل واضح لمن هو قادر على مواجهة هذه التحديات نعم دكتور حميد الحرص من القيادات المصرية المختلفة من المرشحين من كافة فئة الشعب المصري لإدلاء بأصوتهم كيف تصف هذا المشهد الذي يستمر معنا لمدة ثلاثة أيام والبداية هي اليوم يعني في ظن وتقديري أن هناك رغبة وإرادة سياسية من كافة المرشحين للعمل على الإدلاء بصوتهم وإظهار أن هناك صناعة جديدة لتاريخ مصر أربع مرشحين اليوم دلالة قاطعة على أن هناك تنوع فكري وتنوع في المرشحين اختار كيف تشاء اليوم ومنذ لحظات قليلة شاهدنا تصويت السيدة انتصار السيسي كدلالة واضحة على أن المرأة المصرية بتعيش في أزهى وأبهى عصرها لأول مرة بيتم تعيين الكثير منهم في مجلس الدولة بيتم تعيين منهم في النيابة العامة حصلوا على نسبة مهمة جدا في مجلس النواب المصري احنا بنتحدث عن 25% للمرأة المصرية وده دلالة على أن المرأة المصرية بتحصل على كافة حقوقها اللي كفالها لها الدستور واللي سعت القيادة السياسية المصرية لتنفيذ هذا التوجه والعمل وبقول قوة على إظهار الوجه الحقيقي للدولة المصرية بمشاركة كل الأطياء واستحقاق الحقيقة واستحقاق دستوري وحق للشعب المصري في الإدلاء بصوته والتعبير عن رأيه بكل شفافية ونزاهة داخل صندوق الاقتراع المختلفة الصورة أيضا التي نتابعها هي من المحافظات واللجان المختلفة التي يتوجه إليها المصريون اليوم في الداخل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات 2024 وقد سبقهم المصريون في الخارج وعمليات التصويت التي تمت داخل مقرات السفرات والقنصليات المعتمدة للتصويت في العواصم والمدن العالمية المختلفة دكتور حامد رسم ملامح الجمهورية الجديدة ما نحتاجه في هذه اللحظات وما هي المسئولية المشتركة ما بين المواطن المصري والقيادات التي تأخذ على عتقها اتخاذ القرارات المختلفة داخل الوطن يعني نحن في لحظة فارقة من عمر الوطن الوطن بيحتاج لوجود ظهير شعب حقيقي يحتاج الى التكاتف يحتاج الى ان يكون هناك قوة شعبية حقيقية تدفع في اتجاه تعظيم دور القيادة السياسية سواء على المستوى الدولي او حتى على المستوى الداخلي لان حجم التحديات كبرة جدا هذه التحديات لابد ان يتم اظهار للعالم ان هناك ظهير حقيقي وشعبي لدعم قرارات القيادة السياسية المصرية لان هناك تهديد حقيقي للدولة المصرية سواء فيما يخص تهجير الفلسطينيين من سيناء وده واضح جدا من خلال مخاطرات تهجيرهم الى سيناء تهجيرهم من غزة الى سيناء العمل وبشكل كبير الى هذا التهجير هذا السيناريو المرفوض تماما تماما والدولة المصرية كل قيادات الدولة المصرية ولكن ده بيحتاج وده ظهر بشكل واضح من خلال حجم المزارات الكبيرة عندما طلبت القيادة السياسية المصرية كل جموع الشعب المصري بيظهار ان هناك رفضا حقيقيا خرجت جموع الشعب المصري بشكل واضح لدعم قرارات القيادة السياسية المصرية وبأن هناك رفض شعبي حقيقي لهذا المخطط الشيطاني البغيد اللي وضعته دولة الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي التحديات الكبيرة جدا تحتاج اولا الى ان يكون هناك دعما حقيقيا للقيادة السياسية فيما تتخذ في الفترة القادمة من قرارات نعم ساعت بتفصيلنا عن جداول زمنية محددة وفق ما اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن رئيس الجمهورية سواء بعد اتمام عمليات التصويت فرز الأصوات بالنسبة للخارج أو الداخل وأيضا مدة الطعون التي من الممكن أن تقدم وإعلان النتيجة في النهائها كيف ترى هذه الأيام ومرورها على الشعب المصري كيف سيتعامل مع هذا الحدث وكيفية تبادل الأحاديث بشأن سياسات الوطن فيما هو قادم رسم الملامح خارطة الطريق بملفتها العديدة يعني هناك زي ما قلت لحضرتك مصر في موقع غرافي رغم من تمييزه إلا أنه ملتهي الشعب المصري بينزل للدولة المصرية الآن على أنها لابد أن تكون كتلة واحدة كتلة صلبة نعم سواء قيادات سواء مؤسسات سواء شعب لأن هذه الفترة الدولة المصرية بالفعل بتواجه أصعب التحديات وبالتالي أرى أن الشعب المصري يقف بشكل قوي جدا خلف قيادته السياسية على مدار الثلاثة أيام هيكون فيه تجازب للحديث عن كيفية زيادة الوعي بالمشرقة لابد أن يكون هناك رغبة حقيقية من كل الأسر المصرية سواء شباب شيوخ سيدات أبناء عليهم طلبة طلبة الجامعات كل هؤلاء عليهم دور حقيقي في دعم الدولة المصرية ادعم دولتك بشكل واضح من خلال المشاركة الإيجابية اظهر للعالم أن هناك مشاركة إحنا بنتحدث يقولوا مثلا في دولة نسبة المشاركة فيها كذا إحنا لا نقل عن هذه الدول علينا أن نكون أفضل من هذه الدول بمشاركة إيجابية واقعية علينا أن تكون نسبة التصويت علينا أن نعظم الوعي علينا أن نغزي الرغبة في المشاركة السياسية وباعتباره واجب دستوري لا يقل بأي حال من الأحوال عن أي شيء مهم جدا بتعمله في حياتك لأن هذه هما ثلاثة أيام بيمروا كل سنوات وسنوات علينا أن يكون هناك هدف حقيقي بالمشاركة الإيجابية لتحقيق ما تطلع إليه سواء من خلال رغباتك أو من خلال تحقيق مستقبل أفضل لابنك أو لبنتك لأن دي أصول حقيقية في صناعة الديمقراطية لدى الدولة المصرية نعم عندما نصل إلى لحظة الصفر وهي الإدلاء بالأصوات لاختيار مرحلة جديدة من مراحل الوطن يجب كان يسبقها إعداد كبير جدا من حيث التربية السياسية أهمية المشاركة إرساء دعائم الديمقراطية المختلفة وأيضا تنمية السقافة السياسية والتربية السياسية داخل الجماعات والمدارس المختلفة كيف ترى هذا الملف والدور الذي قامت به الجماعات في تنشئة الشباب وممارسة الحق الدستوري لهم أو فيما يخص أيضا الأحزاب السياسية ودورها على الأرض يعني الأول مرة أستاذ هبا بنرى تنوأ في الأحزاب السياسية ولها أدوار مهم لأول مرة بنسمع عن مستقبل الوطن بنسمع عن حماية الوطن بنسمع عن الشعب الجمهوري الأول كنا بنسمع عن حزب واحد فقط الآن هناك تنوع في الحياة السياسية المصرية وهناك بالفعل ليست هذه الأحزاب هي أحزاب كارتونية ولكن أصبح لها أعضاء وأصبح لها قاعدة شعبية وده بيؤدي إلى إلى دور الدولة المصرية اللي لعبته الفترة اللي فاتت للعمل على توسيع القاعدة السياسية فيما يخص الأحزاب وده ظهر بشكل كبير جدا نحن بنشاهد أحزاب رؤساءها بيطلعوا يتحدثوا أمام التلفزيون بشكل واضح جدا كنا لا نرى ذلك وده ندل على شيء يدل على أن هناك رغبة حقيقية من قبل الدولة المصرية وقياداتها السياسية لتنويع وتوسيع الشرقات الحزبية المختلفة شهدنا تنصيقات شباب الأحزاب شهدنا حوار وطني استمر للمدة أكثر من عام ونصف تم طرح فيه كل الجوانب سواء والمشكلات وكان فيه تصريحات واضحة بروافط المختلفة اقتصادية ثقافية مجتمعية طبعا كان فيه تصريحات واضحة من القادة السياسية المصرية وقالت أن مخرجات هذه الاجتماعات سيتم الأخذ بها واعتبرها كمرجعيات يتم تنفذها في الفترة القادمة وبالتالي أرى أن الحياة السياسية في المصر اختلفت تماما حتى أعضاء مجلس النواب الحاليين متنوعين يعني ليسوا فقط حزب مستقبل وطن أو حماة وطن ولكن هناك تنوع كبير جدا من الأحزاب وده دليل قاطع على أن الدولة المصرية بتسير في الاتجاه الصحي نعم هذا التنوع على الطاولة السياسية المصرية ما يضيفه إلى مشهد صحي مصرية ده بيضيف للنسيج الوطن المصري بيضيف بشكل واضح للعمل على تنوع الشرقات السياسية وبأن هناك أحزاب من الممكن أن يكون لها دور في الفترة القادمة ليس هناك تهميش لأي حزب ولكن دي رؤية حقيقية حتى طلبة الجامعات طلبة الجامعات بقوا مؤثرين جدا نتيجة الكثير من الندوات نتيجة الكثير من ورش العمل التي تؤدي إلى توعية النشأ وتوعية الشباب باعتبار أن الشباب هم عصب الأمة وبالتالي أرى أن هناك رؤية كبيرة جدا وماشية السياسة في مصر بدأت تزيد وتجبر بشكل كبير جدا ليست حزب أو فصيل ولكن أصبح هناك تنوع حقيقي وده اللي بنشاهده من عدد أعضاء مجلس النواب لهذا الحزب أو هذا الحزب أو هذا الحزب كلها أحزاب أصبح لها دور والفترة القادمة أرى بعد ما شاهدنا من تغطية إعلامية مهمة جدا وأنا بأشيد بالإعلام المصري في الفترة الأخيرة اللي أعطى الفرص للكثير من الأحزاب لقي تظهر وده طبعا بتوجهات القيادة السياسية التي لديها الرغبة الحقيقية على صناعة واقع جديد للسياسة الداخلية المصرية نعم وحدة الصف المصري واللحمة الوطنية ومفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان وأهمية حرية التعبير عن الرأي كلها أسس بتقوي دعائم الدولة المصرية والجمهورية الجديدة وتضيف إلى مصادر القوة سواء للداخل أو حتى في الخارج ووجهات النظر المصرية في التعامل مع كافة القضايا يعني الدولة الوطنية المصرية دايما كانت مستهدف وده اللي كان دايما بتأكد عليه القادة السياسية المصرية والرئيس السيسي اللي قال إن هناك استهداف للدولة الوطنية ليس فقط في مصر ولكن في كل المنطقة العربية ونجحت المخططات في العمل على يعني هنقول إن في دول كتيرة بتعاني معاناة شديدة وحالة من الانقصام الحاد ولكن الدولة المصرية نتيجة نسجها القوي ومتنتها سواء ما بين كل المسلمين والمسيحيين إحنا كلنا واحد على الأرض المصرية وبالإضافة إلى حقوق الإنسان إحنا بنتحدث عن قفزات يعني إحنا شهدنا عن الإفراج لجنة العفو الرئاسي بأبعادها اللي تم الإفراج عن الكثير والكثير من من هم محكوم عليهم تبقى الأحكام الجنائية وتبقى الأحكام النيابة العامة وده تم إخلاءهم وبالإضافة إلى إن إحنا شهدنا حتى من تم الإفراج عنهم في بعض الصحفيين يظهرون على شاشات التلفاز بشكل واضح كدليل قاطع على أن هناك حرية رأي داخل الدولة المصرية وكل منهم يعبر عن رأيه بحرية وبواقعية دون أن يكون هناك أي إبلاد نعم نتابع الآن على الهواء مباشرة مقر الليجن الانتخابية وعمليات تصويت المصريين في الداخل والتي بدأت منذ أتى ساعة صباحا وفتحت الليجن أبوابها وتستمر حتى تساعة مساء على مدار ثلاثة أيام دكتور حمد ربما تستوقفك في الشاشة بعض الملامح أو الملاحظات للشعب المصري وحرصه على أذهب لصناديق الاقتراع يعني طبعا يعني صورة معبرة عن وعي وإدراق الشعب المصري العظيم اللي بيشارك بكل إيجابية بيشارك بكل حرص على المشرقة طوابير الانتخابات دلالة كبيرة جدا على أن الدولة المصرية والشعب المصري يدرك أهمية الانتخابات الرئاسية المصرية يدرك أنه لا بد أن يشارك في صناعة مستقبل بلده يدرك أن هذه الصورة هي معبرة وتظهر لكل دول العالم من أن هناك دولة مصرية وهي الجمهورية الجديدة اللي بترسد عائم الديمقراطية والحرص على المشاركة الإيجابية في وجب دستوري لا يقل أهميته عن أي شيء بيفعله المواطن هذه السلاسة أيام تظهر أن هناك ملحمة كبيرة تستطيع الدولة المصرية من خلال هذه الملحمة صناعة واقع جديد وهو اختيار رئيس جديد من بين أربع مرشحين قادرين أي منهم على صناعة الواقع الذي نحتاجه في الفترة القادمة نعم ما زلنا داخل ساعات النهار عمليات التصويت تستمر حتى التساع مساء والمشهد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر